ليه بقى في رأيك النادي الاهلي يسيطر على بطلات افريقيا تحديدا اخر موسمين هو دائما النادي الاهلي على منصات التدويج لكن اخر موسمين النادي الاهلي دائما البطل ليه في رأيك الاهلي يحافظ على هذه الصدارة في الكارة الافريقية اعتقد ان الاهلي عنده نادي وعنده لعيبه منظم جدا منظمة جدا عندهم كل الامكانيات في افريقيا من احسن الاندال الافريقية دائما موجودة في كل البطلات الافريقية واحد من الاندال اكتر تنظيما في افريقيا واظن طبعا هي ديت حاجة من الحاجات الكبيرة اللي بتخني دائما الاهلي هو من النوادي الكاسبانة في المنصات وهي وهو واحد من النوادي الاقوية جدا اللي ما بيسبوش ولا ولا اي نادي من اوروبا يقدروا يعني عندهم نفس المقاومات اللي كل النوادي اوروبا عندها وده طبعا حاجة من الحاجات اللي بتخليهم من النوادي المتقلقين دائما اللي دائما بيكسبوا البطلات عندهم عندهم خبرة كبيرة جدا من من مدير النادي من رئيس رئيس مجلس دارة النادي كابتن خطيب وطبعا هو في النادي بقاله كتير جدا كلعيب وكمدير فطبعا هو هيجديهم دائما التقلق ودايما هيجديهم الدفعة في طريقهم للبطلات دائما ودايما للمكاسب ترجمة نانسي قنقر